فيتامين دال يلعب أدواراً مهمة في الوظائف الصحية في جسمنا، بما في ذلك صحة العظام والمناعة، ويقدر أن مليار شخص حول العالم يعانون من مستويات منخفضة للغاية لفيتامين دال في الدم. قد يكون من الصعب ملاحظة نقص فيتامين دال لأن الأعراض قد لا تظهر لعدة أشهر أو سنوات، ولكن إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، ربما عليك أن تجري فخصات لمعرفة إذا كنت تعاني من نقص في مستويات فيتامين دال. 1. المرض المتكرر أو العدوى المتكررة إذا كنت تتعرض للمرض بشكل متكرر، خصوصاً مع نزلات البرد أو الإنفلونزة، فإن مستويات فيتامين دال المنخفضة قد تكون عاملاً مساهماً، حيث أن أحد أهم الأدوار لفيتامين دال هي دعم الصحة المناعية، مما يساعدك على صد الفيروسات والبكتيريا التي تسبب المرض. أثبتت العديد من الدراسات صلة بين النقص في مستويات فيتامين دال وأمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي. كما وأثبت عدد من الدراسات أن تناول ما يصل إلى 4000 وحدة دولية من فيتامين دال يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالعدوى في مسار الجهاز التنفسي. مؤخراً، تم أيضاً ربط نقص فيتامين دال بزيادة خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19، وكذلك خطر تطور أعراضه. 2- الإعياء والتعب من الممكن أن يتسبب نقص فيتامين دال بالشعور بالتعب والإرهاق. أظهرت دراسة على 480 شخص أن هناك صلة بين نقص فيتامين دال وأعراض التعب. والمثير للاهتمام هو أن العديد من الدراسات تشير إلى أن تناول هذا الفيتامين يمكن أن يقلل من شدة التعب لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصه. 3- الاكتئاب والقلق تم ربط نقص فيتامين دال بالاكتئاب والاضطرابات القلق، خصوصاً في البالغين الكبار في السن. في دراسة تبين أن وجود مستويات كافية من فيتامين دال قد يساعد في تقليل أعراض القلق وتحسين جودة النوم، وحتى منع اكتئاب ما بعد الولادة. 4- ألم العظام وألم الظهر الألم في العظام وأسفل الظهر قد يكونان أعراضاً لنقص فيتامين دال، يساعد فيتامين دال في الحفاظ على صحة العظام من خلال تحسين انقصاص الكالسيوم في جسمك، حيث وجد الباحثون في مراجعة 81 دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وألام العضلات في أغلب الحالات يكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين دال مقارنة بأولئك الذين لا يعانوا من هذه الحالات. 5- فقدان الكتلة العظمية يلعب فيتامين دال دوراً حاسماً في امتصاص الكالسيوم، وأثبت ذلك في دراسة كبيرة شملت أكثر من 1100 امرأة، حيث ثبت للباحثون أن هناك رابطاً قوياً بين انخفاض مستويات فيتامين دال وانخفاض كثافة المعادن في العظام. 6- ألم العضلات أسباب ألم العضلات غالباً ما تكون صعبة التحديد. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن نقص فيتامين دال يمكن أن يكون سبباً محتملاً، حيث تم اكتشاف في دراسة أن 71% من الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة كانوا يعانون من نقص في هذا الفيتامين. 7- تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات فيتامين دال تقلل من مختلف أنواع الألم لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين دال. 7- تأخر شفاء الجروح قد يكون التأخر في عملية الشفاء بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن مستويات فيتامين دال لديك منخفضة جداً. وذلك لأن فيتامين دال يزيد من إنتاج مركبات ضرورية لتكوين الجلد الجديد كجزء من عملية الشفاء من الجرح. دور فيتامين دال في التحكم في الالتهاب ومكافحة العدوى قد يكون أيضاً مهماً للشفاء السليم. 8- تساقط الشعر العديد من الأطعمة والعناصر الغذائية يمكن أن تؤثر على صحة الشعر. على الرغم من أن التوتر هو السبب الشائع لتساقط الشعر، إلا أن التساقط الشديد للشعر قد يكون نتيجة لمرض أو نقص في العناصر الغذائية مثل فيتامين دال. وأخيراً، زيادة الوزن السنة هي أحد عوامل الخطر لنقص فيتامين دال، وأثبت ذلك في أحدى الدراسات التي وجدت رابطاً بين انخفاض مستويات فيتامين دال وزيادة الدهون في منطقة البطن وزيادة الوزن. تابعنا للمزيد من النصائح الصحية الطبيعية.